خارطة سلام بدعم سعودي وعماني ورعاية أممية هذا أبرز ما تضمنه بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي هانس كرولبرغ دون توقيع أو مضامين سلام أعلن المبعوث الأممي عن وقف إطلاق نار على مستوى البلاد واتفاق الأطراف اليمنية على مجموعة من التدابير المهمة لتعزيز عمليات السلام في اليمن وفقاً للبيان فقد تم التوصل إلى اتفاق يشمل تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى اليمن بأكمله ولانخراط في استعدادات لعملية سياسية جديدة برعاية الأمم المتحدة التدابير تتضمن دفع رواتب القطاع العام واستئناف صادرة النفط وفتح الطرق بما في ذلك طريق تعز وتخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة وزارة خارجية الحكومة الشرعية رحبت بالبيان الصادر عن المبعوث بشأن الجهود المبدولة للتوصل إلى خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب بينما وصفته قيادات حوثية بالمهين جداً والمخالف لما تم الاتفاق عليه وأنه يغضو الطرف عن حقوق أربعين مليون نسمة وتعويضهم وإعمار اليمن كما ويحول طرف الحرب إلى وسيط يقال سلام سيء خير من حرب جيدة غير أن السلام في اليمن لا يشبهه شيء إذ يرغب اليمنيون بسلام يمكنهم من تجاوز محنتهم وإنهاء الأزمة الإنسانية الخانقة لكن وفي ظل هذه الظروب يظهر أن مسألة السلام في اليمن مجرد ترحيل للأزمة دون حل جذري اتشهد السلطة الشرعية انقسامات حادة عوضاً عن كونها شرعية بلا أرض ولا سلطة ولا جيش ولا موارد وتعجز عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كل هذا مقابل ميليشيا تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة والموارد سلام يمنح الميليشيات سلطة وشرعية لتكوين هياك الإدارية بديلة وتحديد مسار البلاد بما يتناسب مع مصالحها الخاصة بل ويجعل اليمن بلداً مستباحاً للميليشيا التي قد تتحول إلى سلطة معترف بها ومعها يزداد تأثير الدور الإقليمي وتدخله في الشأن اليمني مما يحصر البلد في مشكلاته ويجعله أبعد ما يكون عن السلام